بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة ثانية تتوجه الأنظار إلى توجهاته الجديدة وتأثيرها على الأوضاع العالمية والإقليمية فقد حصل ترامب على دعم كبير أهله ليصبح الرئيس السابع والأربعين مدعوماً بسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيخ ما يعزز موقعه السياسي ويعطي دفع لسياسته هذا الفوز يعد لحظة مفصلية وسط تزايد التحديات والصراعات ما يتطلب من صناع السياسات قراءة دقيقة لتوجهاته القادمة بعد فوز ترامب باتت المنطقة والعالم أما مرحلة مفصلية اتتجه الأنظار نحو سياساته المقبلة التي قد تعيد رسم ملامح الأزمات القائمة دعم الجمهوريين لترامب عزز موقفه مما قد يعيد توجهاته الصارمة تجاه إيران وأيضاً يؤثر على قضايا مثل التطبيع وأزمات الشرق الأوسط وحتى نحكي أكثر عن ما إذا ينتظر المنطقة ماذا ينتظر المنطقة بعد فوز دونالد ترامب بدنا نرحب بالدكتور بدر الماضي أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الألمانية أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا فيك دكتور بصراحة اليوم شهدنا فوز الرئيس دونالد ترامب كيف يؤثر هذا الفوز على المشهد السياسي في الولايات المتحدة بعد سيطرة الجمهوريين كذلك على مجلس الشيوخ وإلى أين ستتجه بوصلة ترامب فيما يتعلق بالقضايا في الشرق الأوسط يعني أولاً صباح الخير لكم وللأكل المشاهدين يوم أمس ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية يعني سماها البعض بالزلزال السياسي وهذا زلزال السياسي له تداعيات سوى على المستوى الداخلي أو المستوى العالمي عندما نتكلم عن النظام الدولي بشكل عام والعلاقات الدولية التي تحكم الدول والتي هي بالتالي تحكم الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع هذه الوحدات السياسية سوى على مستوى أوروبا أو الصين أو باقي دول العالم خلينا إذا بدنا نحكي على المستوى الداخلي في البداية المستوى الداخلي دونالد ترامب ما زال في ذهن الكثير من الأمريكان أنه هو الرئيس الذي أمر أتباعه بالإساءة إلى الديمقراطية عبر مهاجمة الكثير من المتطرفين البيض في الولايات المتحدة الأمريكية للكابيتل هول والذي هو رمز الديمقراطية وهذا الرمز الذي ما دائما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبره قناتها إلى العالم عندما نتكلم عن القيم الديمقراطية ما زالت تذكر الأمريكيون أن هذا الرئيس ما زالت هناك قضايا في المحاكم على هذا الرئيس سواء قضايا مالية أو قضايا التحرش الجنسي في الولايات المتحدة الأمريكية فلذلك نتكلم عن رئيس يأتي في لحظة انقسام داخلي في أمريكا ولكن أيضا بنفس الوقت يسيطر على صناعة القرار التشريع من خلال مجلس الشيوخ وممكن أن يكون هناك أيضا في سيطرة من خلال مجلس النواب في المستقبل هذا هو البعد الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية إذ ما تحركنا خارج الولايات المتحدة الأمريكية هناك تقريبا ثلاث مناطق في العالم أو أربعة هي التي تنظر صراحة بطريقة مختلفة لما جرى في أمريكا أوروبا الصين روسيا ومنطقة شرق الأوسط شرق الأوسط عندما نتحدث عن أوروبا في قلق كبير جدا يسود الاتحاد الأوروبي الآن من وجود ترامب في البيت الأبيض ولأسباب عديدة ومنها أن ترامب يعامل الأوروبيون صراحة بجلافة وبقساوة ودائما ما حاول أن يوصل الرسالة للأوروبيون أنكم تحت مظلة حماية الولايات المتحدة الأمريكية وبما أنكم تحت هذه المظلة عليكم أن تدفعوا مقابل هذه الحماية ومن هنا يأتي مثلا دوري نيتو الذي يشترك ترامب أو الولايات المتحدة الأمريكية مع الأوروبيين بهذه المؤسسة الأمنية المظلة الأمنية سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو للأوروبيين أو لحلفائهم حول العالم يعني دولند ترامب دائما ما كان يضغط على الأوروبيين إذا ما أردت الحماية عليكم أن تساهموا الولايات المتحدة لن تبقى المساهم الأكبر في مثل هذه المنظمات فلذلك عندنا خوف كبير جدا في الأوروبيين أيضا على مستوى الروسي كما تعلمون الحرب الروسية الأوكرانية يعني أثرت ليست فقط على روسيا وأوكرانيا ولكن أثرت على أوروبا والعالم يعني سلاسل الأمداد الغذائية التي انقطعت من أوكرانيا ومن روسيا ترامب وعد أنه سينهي هذه الحرب كيف سينهي هذه الحرب؟ من خلال علاقته المميزة مع بوتين وعلاقته المميزة مع روسيا بمعنى أنه لن يعطي الأوكرانيين كما عطاهم الديمقراطيون وبايدن بمعنى أنه سيقول لزيلنسكي وأوكرانيا أن هذا هو حدكم وستنتهي هذه الحرب من خلال عدم تمويلي لتسليح الجيش الأوكرانيا وهذا مهم جدا وولايات المتحدة الأمريكية دفعت بحدود 90 مليار دولار في آخر سنتين لا أوكرانيا فترامب يقول أنني سأوقف هذا الحرب وتستخدم هذه الأموال من أجل البنية التحتية داخل في الداخل الأمريكي هذا فيما يتعلق بأوروبا وروسيا أما بالنسبة للشرق الأوسط وبالأمس يعني في خطاب الفوز لدونالد ترامب تحدث بأنه لن يشن حرب وإنما سينهي الحروب لكن لم يتحدث عن الطريقة التي سينهي بها الحروب وأيضا ما هي الحروب التي سينهيها إذا ما تحدثنا عن منطقة الشرق الأوسط بعد فوز ترامب هل يعني ستنتهي حرب الإبادة في قطاع غزة وأيضا الحرب في لبنان بالشروط الإسرائيلية نعم ستنتهي بالشروط الإسرائيلية ولن تنتهي بما ضمن يعني ما كان يعتقد البعض وخاصة من العرب والمسلمين الذين دعموا في ولاة متشغن مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية لن تنهى الحرب في قطاع غزة في عهد ترامب إلا ضمن الشروط الإسرائيلية والشروط الإسرائيلية واضحة لا عودة لحركة حماس هناك إعادة بناء سياسي في غزة وكما هو أيضا حتى نتنياهو حتى بايدن كان موافق على ذلك فلذلك قضية إنهاء الحروب هذه لم يوضحها هو ولم يتكلم عنها لكن نحن أمالنا كبيرة جدا دائما ما تطلعنا ترامب لنتذكر ترامب هو الذي يحرك السفار الإسرائيلية من تل أبيب إلى القدس ترامب هو الذي أعاد احتلال جولان وسمح الإسرائيليين باحتلال جولان ترامب هو الذي ضغط على بعض الدول العربية من أجل عملية عادة التطبيع مع العدو الإسرائيلي ومحاولة إدخال إسرائيل كدولة وكيان سياسي عادي وطبيعي يجب التعامل معه ترامب هو الذي ضغط على الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل التغيير في العلاقة مع إسرائيل فلذلك نعتقد أننا سنواجه إلى حد ما مشكلة كبيرة جدا فيما يخص الملف القضية الفلسطينية سيشعر نتنياهو براحة أكثر لا يوجد ضغوط ديمقراطية التي كانت تمارس إلى حد ما فلذلك إنهاء الحرب ستكون نعم ولكن ضمن الشروط الإسرائيلية التي حددها نتنياهو والحكومة اليمنية هو فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران قد تكون إيران هي أكثر دولة حقيقة منزعجة من فوز ترامب إيران الآن هي في مرحلة الدفاع عن نفوذها في المنطقة فلذلك دونالد ترامب والجمهوريون سيضغطون على إيران من أجل الخروج من المنطقة الديمقراطيون بدأوا في ذلك إلى حد ما من خلال عدم قدرتهم على السيطرة على سلوك نتنياهو لكن الآن فيما يخص دونالد ترامب إيران ستتعرض إلى ضغط كبير جداً يعني إجبارها للتراجع إلى مساحات ليست كما المساحات التي كانت تحتلها قبل سياسياً وعسكرياً وأتكلم هنا تحديداً وبصراحة أن حزب الله تم اتخاذ القرار لتصفيته عسكرياً وسياسياً وسياسياً ومالياً في جنوب لبنان ويعتبر حزب الله هو الذراع الأكثر فاعلية للسياسات الإيرانية في المنطقة والأكثر تأثيراً للنفوذ الإيراني في المنطقة وهذا سينسحب أيضاً على سوريا وعلى النفوذ الإيراني في سوريا ولكنه سيبقى هذا النفوذ إلى حد ما في العراق مع كثير من الضغط الأمريكي الذي ستمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران سيكون هناك في عقوبات اقتصادية كبيرة جداً على إيران وسيكون هناك عقوبات عسكرية وستضطر أوروبا وكثير من الدول أن تتعامل مع السلوك الأمريكي الجديد بقيادة ترامب من أجل مزيد من الضغطات على إيران بسبب حديثك دكتور توجهات ترامب لم تلتقي مع الأوروبيين وكذلك في بعضها لم تلتقي مع العرب كيف سيحقق سياسته في الشرق الأوسط وفي القضايا العالمية؟ لا يوجد خيار أمام الأوروبيين ولا القيادات العربية في أن لا تتعامل مع ما يتوجه فيه ترامب ترامب رجل يعني حاد طبع والطباع ولديه مشروعه الواضح فلذلك على حلفائه وعلى أصدقائه الذين يؤمنون في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية عليهم فقط أن يستمعوا لما يريده دونالد ترامب صديق ترامب في المنطقة والله عالميا 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 بوتن بوتن نعم بوتن هو الصديق الأقرب لدونالد ترامب لا يوجد أصدقاء حقيقيون ولكن توجد كيمستري علاقة خاصة مع بوتن وهذه لها أسبابها التاريخية وفي المنطقة إسرائيل؟ في المنطقة بالطبع إسرائيل ليست فقط الصديق ولكن إسرائيل هي الطفل المدلل لكل السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية لكن هذا يعني هذه العلاقة وهؤلاء السياسيين يتميزوا بدرجة المحبة الزائدة دونالد ترامب هو الأميز في المحبة الزائدة لإسرائيل والسياسات إسرائيل في المنطقة بالحديث عن إسرائيل وعلاقتها بدونالد ترامب يعني بعد فوز ترامب بهذه الانتخابات هل سيكون هذا دافع لاستكمال قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخططات التهجير وأيضا فرض البنود التي لم يستطع تحقيقها في صفقة القرن في ولاياته السابقة؟ يعني أنا ما بدي أكون متشاهم لكن نتذكر في 2016-2020 صفقة القرن وكانت أحد المشاريع المطروحة أن يكون هناك سلام اقتصادي بمعنى لا يوجد أرض ولكن يوجد سلام اقتصادي وكانت أحد المشروعات المطروحة هي إعادة يعني التنمية في مناطق ما في سيناء وكانت هذا الطرح الأمريكي أنا مش أنا أتبناه لكن هذا كان الطرح الأمريكي عندما نتكلم عن خضية تهجير بعض الفلسطينيين إلى سيناء وكان هناك ظهر بعض الأخبار أن هناك في موافقة إلى حد ما من جانب الأشقاء المصريين فالخوف أن يكون هناك مزيد من الضغوطات سواء على الفلسطينيين في قطاع غزة ومزيد من الضغوط على المصريين في مصر ومن ثم تفتح الأبواب لهجرة حتى ولو كانت محدودة ولكن هذا ممكن يؤثر تأثير كبير جدا على الأهل في قطاع غزة وأن يكون حلا من الحلول هو من أجل إعادة صراحة إعادة الحياة لهؤلاء الناس أنه يتم تهجيرهم أتمنى أن لا يكون ذلك وأتمنى أن لا يكون في ذهن دولند ترمب وفي المنطقة تهجير الفلسطينيين من مناطقهم ومن بيوتهم في الأردن نحن مقابلنا أيضا الضفة الغربية والأخوة في فلسطين أعتقد ستتعرض الضفة الغربية إلى مزيد من الضغوط الداخلية هذا سيساهم في أن يكون في عندي مقاومة أكثر ستعطي إسرائيل مبرر لنفسه ولولايات المتحدة الأمريكية في ضرب مناطق في الضفة الغربية مما يشكل حالة من الضغط الكبير جدا على الفلسطينيين في المستقبل الخطورة أين السفير الإسرائيلي سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل في عهد ترمب 2016-2020 لليوم يتكلم عن أن الضفة الغربية هي الأرض المقدسة لإسرائيل وهذا سيشكل حالة من يعني صراحة التشويش وحالة من الإزعاج في المستقبل كيف يمكن صراحة لهذه الإدارة أن تتصرف وبالنهاية كيف سيتصرف هؤلاء المتطرفين في الحكم الإسرائيلي مقابل ما يجدوا من دعم للولايات المتحدة الأمريكية أيام صعبة مقبلة ليس فقط في منطقتنا منطقة الشرق الأوسط الأيام الصعبة مقبلة على الجميع في أوروبا في الصين في روسيا وأوكرانيا فلذلك أنا أعتقد أن معظم القادة العرب معظم القادة الأوروبيين معظم القادة حول العالم هم جاهزين وعلى الأقل نتكلم عن الخطة باء عند الكثير من هؤلاء خلال ولاية ترامب الأولى شهدت العلاقات الأردنية مع الولايات المتحدة فتوراً كما واضح بسبب صفقات ترامب في المنطقة كيف تتوقع أن تكون مستقبل العلاقة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة؟ يعني كما ذكرت أخي ليت يعني كان فيه إشكالية كبيرة جداً ترامب وأيدارته وخاصة كوشنر اللي هو زوج بنته حاولوا ضغط كبير جداً على الأردن في تلك الفترة فيما يخص القضية الفلسطينية الأردن استطاع أن يصمد وصمود الأردن لأسباب عديدة لكن من أهمها الأردن لليوم وهذا الشيء الجيد أنه عندنا ورقة مهمة أن الأردن يستطيع أن يعمل لابينغ داخل الولايات المتحدة الأمريكية الأردن له علاقات جيدة مع مجلس الشيوخ والذي هو شريك في السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية الأردن حقيقة يمتاز في العلاقة مع الطرفين الديمقراطي والجمهوري مجلس الشيوخ ومجلس النواب في اللوبيات الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن الأردن يراهن على ذلك الملك له مكانة خاصة في المؤسسات الأمريكية السياسية الملك له مكانته الخاصة في أوروبا والذي سيساهم أو على الأقل سيحاول أيضاً استخدامها مع الأوروبيين لتكون قناة مع الأمريكان في هذه الفترة فلذلك أنا أعتقد أن الأردن سيحاول أن يعيد إنتاج كل الأوراق الذي يمتلكها من أجل التخفيف من وطأة الضغط الأمريكي الذي لا بد أن يمارس من قبل الإدارة الأمريكية لكن نتمنى أن الدبلوماسية الأردنية ستستطيع على الأقل احتواء الجزء الأكبر من هذه الضغوط في المستقبل يعني ارتدادات هذا الفوز سنناقشها معك دكتور في قادم الأيام بدأ أشكرك كل الشكر دكتور بدر الماضي أستاذ عن الاجتماع السياسي في الجامعة الألمانية كل الشكر على وجودك من برنامج بصراحة وهذه القراءة في هذا الفوز شكر لكم كل الشكر كل الشكر دكتور بصراحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة